من أكثر الأمور التي يطلب الحديث عنها في برنامج عوافي هي أمراض العيون اليوم سنفرد حديثاً تفصيلياً عن اعتلال الشبكية الشيخوخي أو ما يسمى بالتنكس البقعي كيف يحدث علاقته بتقدم العمر طرق التشخيص والعلاجات الرائدة الحديثة نتحدث عن هذا الموضوع مع ضيفنا في الاستشارة الطبية الدكتور بشار أبو حجي لاستشاري طب وجراحة العيون مرحبا دكتور بشار أهلاً وسهلاً فيك سبنا دكتور بشار لما نتحدث عن اعتلال الشبكية الشيخوخي الشيخوخي أيضاً تقدم في السن صحيح دعنا نوضح العلاقة دكتور ودعنا نوضح أكثر ما هو اعتلال الشبكية الشيخوخي للمشاهدين اعتلال الشبكية الشيخوخي اللي هو بيسموه الاج ريليتد مكلورد جنيشن يعني هي نفس العبارة تفسر الوضع أنه عبارة عن تغيرات تحدث في شبكية العين وهي الجزء الخلفي من العين نتيجة تقدم بالسن حيث يحدث تداخل في الأوعية الدموية تتحرك أو تتداخل مع وجود اللطخة الصفرة في اللطخة الصفرة تنمو أوعية دموية جديدة غير طبيعية صحيح تعرف أنت اللطخة الصفرة هي مركز الإبصار وهي مركز تجمع الأعصاب والخلايا العصبية لاستقبال أفضل الأشعة عشان تحليلها وتوديها للجهاز العصبي يعني دول مثل فيلم الكاميرا دكتور؟ فيلم الكاميرا الشبكية هي زي فيلم الكابرة ولكن سبحان الله اللطخة الصفرة وهي نقطة دقيقة جدا وصغيرة جدا في الشبكية تعتبر هي المركز المتخصص الأكثر لأنه يوجد فيها خلايا عصبية بكثافة شديدة جدا وبالتالي عندها قدرة على التحليل بشكل قوي جدا ولذلك أي مشاكل في اللطخة الصفرة سبحان الله ما بيصير عمى إذا أخذت من المناطق اللي حولها ولكن لن تصل الرؤية ستة على ستة يعني تتضرر الرؤية المركزية بزار وعندما نقول الرؤية ستة على ستة فنحن نقول هنا هو اختبار رئيسي للشبكية معنا أن اللطخة الصفرة شغالة ممتاز معنا أن تقول ستة على ستة طبعا هناك أسباب أخرى تمنع الرؤية ستة على ستة ولكن بما يخص الشبكية هو أن اللطخة الصفرة أو الفوفيا تقوم بعملها بشكل ممتاز وصحي جدا هلأ هاي المنطقة الصغيرة جدا إذا أصبح فيها أي تداخل تشريحي غير طبيعي لا تستطيع أن تقوم بعملها يعني هاي المنطقة خالية من الأوعية الدموية سبحان الله مثل القرنية تقريبا ولكن أشد كمان دقة وخالية من السوائل أيضا دكتور طبعا لأنه إذا وجد فيها سواء ترسبات أو وجد فيها دم أو وجد فيها أوعية دموية تختل وظيفة هذا ما أود الحديث عنه دكتور بأنه عندما نقول العين يهيى لكثيرين بأنها عبارة عن كرة مملوئة بالماء أو السائل الزلالي لكن بعض الأجزاء في العين هي تخلو تماما من السائل وإذا أصبح فيها سائل إذا الرشوحات بالتالي مرض كما يحدث في التنكس البقاعي أو رشوحات الشبكية صحيح 100% هناك مناطق طبعا معظم العين عبارة عن سائل ولكن هناك مناطق إذا تدخل السائل فيها أو صار تسريب أو كذا أو شيء تلتغي وظيفتها الفيزيولوجية ومنها هاي الحالة الموجودة هاي نوعين دكتور الجاف والرطب من تنكس البقاعي دعنا أن أوضح للمشاهدين الجاف ما أعرف بأنه لا يوجد لديه علاج هناك يعني مثل ما بيقولوا البثلوجيكل أو التركيب التشريح الأساسي في المرض الشيخوخي أن هناك الأوعية الدموية من المشيمة تخترق طبقات العين عند اللطخة الصفرة وتداخل فيها هلأ قديش مقدار التداخل أكثر قديش مقدار الاستسقاء اللي بيصير حوليه قديش بيصير الضرر أكثر كل ما كان التداخل أقل كل ما كان الضرر أكثر ولذلك الحالات تختلف من حالة إلى أخرى حلاء إذا كان هذا التداخل ما في حوالي استسقاء أو مثل يعني تنز الأوعية الدموية هاي تفر السوائل وإذا كان هناك فيه نز أو فيه هناك السوائل هاي طبعا بيسموه اللي هو الرطب اللي هو بوجود فيه الرطب لهو علاج الرطب لهو علاج الجاف نكتفي بالمراقبة لمنع تطور الأعراض نكتفي بالمراقبة ومرات ممكن يكون تداخل معين من استخدام بعض العلاجات الطبية اللي يعملها الطبيب مثلا ممكن يعطي علاج بعض الفيتامينات نعم التي تعمل على إيقاف مثل دكتور هلأ فيه نظريات أنه سبب هذا الشيء بيصير أنه العوامل التأكسودية ولذلك هاي نظرية من نشوءها نعم ولذلك بتأدي إلى أنه يصير دمج في الطبقات هاي اللي تمنع أنه الأوعية الدموية تصير ولذلك هناك فيه نوع من أنواع التداخل اللي هو عن طريق النوترييشن يعني تغذية تغذية يعني ممكن ملتي فيتامينز أو مثلا ناخد الأنتي أكسيدونز هلأ النظرية الأكبر في هذا الشغل أنه هو شغلات الأكلات الأكل البحري نعم هلأ في بعض الناس مثلا بيكون طبيعة الأكل البحري طبيعة الأكل عندهم بحري قليل ولذلك نعطي الفيتامينات أنواع من أنواع الفيتامينات الخاصة لهذا الأمر طبعا مع مادة اللوتين مادة اللوتين عبارة عن مواد كمان تخلط في هذا الأمر وبينعطى المريض مثلا هي مادة بروتينية دكتور آه هي عبارة عن مادة تعطى مع الفيتامينات بتعمل على أنه تحاول توقف الشوارد الأكسوجينية اللي نعلم تسميه الأكسيدونز أو بتعمل كأنتي أكسيدونز على أنه تخفف الضرر أنا وعلى طب دكتور ما هو العلاج له هلأ إحنا كنا زمان قبل حوالي بجوز عشرين سنة كنا فعلا ما ما بتصير حالة زي هيك ما نقدر نسوي شيء أو ليزر دكتور حتى ليزر ليش لأنه هذه المنطقة زي ما هي يعني دقيقة جدا ولذلك أي تداخل فيها ممكن يسوي ضرر دائم للمريض وممكن يسوي مشكلة أكثر من المشكلة اللي الصغيرة ولذلك إذا استخدمنا مثلا الليزر العادي لهذه المنطقة بيؤدي إلى تلفها بشكل دائم كنا نسمع عن حرق المستقبلات الضوائية بالضبط يعني هلأ في بعض أمراض السكري نضرب الليزر في المناطق البريفري أو مش المركزية نعم لحوالي المركز ولكن في هذا الموضوع ما منقدر نضرب ليزر في المناطق اللطخة الصفرة أو مناطق المنطقة الصغيرة جدا هاي ولكن كنا نستخدم كمان كنا نستخدم الليزر البارد نعم هلأ من فترة أظن من حوالي 15-16 سنة يعني إحنا كنا زمان يما نشوف هيك مريض صراحة بس نتابعه ونعطيه الفيتامينات ولكن من 15-16 سنة ظهرت عنا هذول الإبر اللي بيعطوها للعين هاي الإبر اللي هي تمنع تطور الحالة هذه وحتى في علاجها وتحسنها هاي في علم الشبكية ثورة نعم يتم الحقن داخل أوعي الدموية الشبكية يتم الحقن داخل السائل الزجاجي يعني حتى لا نستطيع أن نقترب للاطخة الصفراء ونعطيها الإبراء نبقى على مسافة بالضبط نعطي الإبراء في السائل الزجاجي وهاي المادة تمشي وتروح لعند الأوعية الدموية وتمنع تكاثر نوع من الخلايا التي تنشئ الأوعية الدموية نعم هنا اسمح لي دكتور أن أتحدث عن موضوع الحقن داخل الشبكية هناك بعض المخاوف هناك بعض التحذيرات الطبية التي أطلقت مؤخرا فيما يتعلق بالتأثيرات الجانبية لها يقال بأن هذه الحقن قد تؤدي إلى تصلب السائل الزجاجي وبالتالي تلايفه وهذا يؤثر سلبا أيضا على الشبكية تذهب أنت لتعالج مشكلة معينة من حدة الإبصار وتراجع فيه وقد تعود إلى منزلك فاقد للبصر إذا تكررت الحقن على مدار قريب فيقال بأنه أنت تقيس مدى استجابتك للعلاج من أول حقنة لكن لا تتعدى الحقنة الثالثة لسلامة العين حتى لا يؤدي في نهاية المطاف إلى ارتشاح مثلا في المخ وبالتالي الجلطات الدماغية وتنسب هذه الجلطات إلى مثلا مرض السكري الذي يكون فعليا مرتبط بالتنكس البقاعي ما مدى سلامة هذه المقولات قد نسميها شعبية قد نسميها علمية لكم التسمية دكتور هلأ أنت تعرف يعني يما ستنا يما منيجي بنقول 15 سنة أو حتى 20 سنة في تجربة الدواء معين بتقوم عليه أبحاث يعني لا يستطيع أي طبيب أو أي مكان أنه مثلا يعطي علاج وفورا يكتشف آثاره الجانبية أو ما ممكن يحدث لأنه ممكن يحدث على سنوات طويلة هلأ كانت هناك دراسات تقول أن الناس اللي كان عندهم مشاكل في الأوعية الدموية الموجودة في الدماغ اللي مثلا يخذين جلطات وكذا وإشي لا يفضل أنهم يستخدموا هاي الإبر ولكن ستنا بتعرفي أنت ما في علاج إلا إلو عوارض أو side effects هلأ المقياس أنه إحنا هذا العلاج نضعه زي الميزان في مقدار الاستفادة منه في مقدار side effects صحيح يعني إحنا خليلنا نخذ مثل الأسبارين الأسبارين دواء طبيعي جدا ولكن هذا ممكن يسبب وفاة ممكن نسوي قرحة ويمال برفريشن في الجهاز الهضمي وبعدين ممكن نسوي مشكلة ولذلك لكن هذا نادرا بالنسبة للإبر ما في علاج تقريبا الإبر بتحدد عدد الإبر عدد الإبر حتى في الرجيم الأمريكي بدأت تتجاوز 6-7 إبر ممكن في السنة على فترات متقاربة دكتور ممكن في بعض الإبر بتعطى بعض أول شهر أول 6 شهر كل شهر إبرة في بعضهم أنواع لأنه أصبح هناك أكثر من نوع تعطي هناك كل شهر نص وأول أربع إبر وبعدين بتتابعينهم يعني كله بيعتمد على الخطة العلاجية اللي أنت بتستعمليها وهناك أكثر من الرجيم علاجي لإعطاء الإبر وكله ناجح يعني لا يوجد فيهم خطأ ما يهمنا أيضا أن يتم إعطاها تحت مهارة طبية طبارا يعني تحت مهارة طبية متخصصة الشغلة الثانية أكثر شيء اللي هو إحنا بنحرص عليه أو اللي بنجابه طبعا فيه كلام أنه يعني مسألة إعطاء إبرة في العين يعني هي الكلمة بحد ذاتها مش سهلة مرعبة آه يعني المريض يتوجس وأنا يعني محلهم أتوجس بس أهم شيء في هذا الموضوع عدم حدوث التهابات الإبرة إنما تسوي التهاب هاي أكبر مشكلة التهاب وين دب في جو العين لأنه تعرف أنت إعطاء إبرة إنه جسم غريب طبعا يعني أنت إعطاء إبرة إنه يحدث إنفكشن في الإبرة هاي أكثر شيء إنفكشن له علاقة بمدى تعقيم الإبرة أما المادة الموجودة داخل الإبرة طريقة تعبئة الإبرة طريقة التعقيم طريقة التخزين طريقة الكذا كل هاي العلاقات هاي أكثر مشكلة لنجه بها إحنا في إعطاء الإبرة دكتور هذا الموديل الموجود معنا ممكن نشرح عليه هو موديل الشبكية هو هاي يعني وأين يتم الحقن ممكن نشرح من هنا هلأ هون هاي هي الشبكية طبعا إحنا بنحكي على مايكو نانو 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 صغيرة جدا جدا هاي الشبكية الطبيعية بتكون الأوعية الدموية هنا في المشيمة بتبدأ تدخل تكون تغيرات هنا تبدأ هاي الأوعية الدموية تتخلل في المناطق الطبيعية تبعي العين وتكون اللي هو بنسميه الأوعية أو هذه المرحلة المتأخرة هذا مرحلة طبعا متأخرة هنا بتكون التكون أوعية دموية نسميه نيو فاسكولريزيشن كورويدل نيو فاسكولريزيشن اللي هون هلأ الإبر ما بتنعطى هون هاي بالشبكية ما بنعطى إبرة إذا اعتبار أنه هاي الشبكية هنا يوجد سائل سائل اللي هي السائل الزجاجي تعطى بالسائل الزجاجي يعني إذا افترضنا هيك هي تعطى في هاي المنطقة سائل هلامي زولاري بالضبط تعطى فيها لأن ما مخترب عليه ما بنصيبها هاي المنطقة محرمة يعني لمسها يعني علاجات جديدة تم الإفساح عنها لم تجاز إلى الآن من حلال FDA دكتور تعتمل على الخلايا الجذعية هذه صحيحة دكتور قد تبشر مثلا بمستقبل وقفاق واعدة لعلاج مشاكل الشبكية ومركز الإفسار ليش هي صعوبة علاج الشبكية يعني مثلا انت عندك الماء البيضة بتغيريها القرنية بتحطي واحدة ثانية شغلة كذلك الشبكية عبارة عن نسيج عصبي تتكون من خلايا عصبية بمختلف أنواع للآن لم نستطع إحنا كأطباء أنه يكون تجديد الخلايا العصبية يعني مجال مفتوح أمامنا أو مجال مويسر الخلايا الجذعية تقوم أنه إحتين من الخلايا الأساسية التفرعية أنك تقدر تسوي خلايا خلايا العصبية إذا نجحت الخلايا الجذعية في هذا الأمر طبعا بعد دراسات أو شيء ممكن استبدال المنطقة المتضررة بخلايا عصبية جديدة وهذا الشيء لا نحصل عليك من خلال الحقن الحقن تسيطر لكنها لا تستعيد ما تمنع الضرر نعم وتمنع أنه وبعض الناس طبعا في بصير عنده بتحسن طبعا كل ما كان الأمر في البداية كل ما كان أفضل وهاي أهم نقطة دكتورة اللي إحنا يعني ستنا بدنا نركز عليه في هذا الأمر الوقاية المبكرة نعم دائما إذا كانت الأمر في بدايته العلاج يعطي نتائج أفضل المشكلة دكتور بين تنكس البقعي لا يحمل أعراضا واضحة في المراحلة المبكرة لكنه قد يرتبط بأمراض مزمنة بالتالي نحن مدعوين هنا بأنه نجري متابعة دورية مع طبيب العيون وأيضا الأطباء الآخرين من شتى التخصصات يجب أن يكونوا على دراية بالعلوم الطبية المتعلقة بالعيون وعلاقتها بالأمراض المزمنة حتى يوجهوا المريض طبعا أهم شيء هو الدورية يعني حتى لو بالسنة مرة من دكتور مريض السكري مثلا مريض السكري أي مريض كبير يعني مثلا أي مريض كبير بلاحظ عنده مثلا اختلال في الرؤية صار عنده تعرج في الخطوة يعني هناك اختبارات ذاتية ممكن اختبار اخت متعرج في الخطوط صار عنده يرى الشيء مكسر هذه الشغلات ممكن مثلا مشكلة في التعرف على الوجوه مثل عماه الإبصاري هذا قوة الإبصار غالبا بتكون في مراحل متقدمة يعني بكون سوء بكون مثلا أكثر شيء في الكبار في السنة المي البيضة كثرة ولكن تكسر يعني أنا أتى إلي كثير مرضى قالوا إنه احنا بنشوف الشيء متكسر متعرج هاي مشكلة فالقيادة دكتور فيما أجوا عندي فحصناهم طلع عندهم الاجر هلأ الشغلات كمان اللي هو الوراثية يعني في ناس مثلا أمها أخواتها بيعانوا من المشكلة كذا شيء هاي فنفس الشيء هذا بيخلينا إنه نكون حذرين لو مرة بالسنة يعني نتأكد أو إذا صار تغير في الرؤية نراجع طبيب عيون ما نقول هاي عشان النظارة هاي عشان كذا الشغلة الثالثة الوقاية نعم هلأ وجدوا إلا الدراسات إلا علاقة قوية جدا التنكس الشيخوش غير هذا إلا علاقة بشرب الدخان والكخولات نعم لذلك أكثر شيء عنها في الدول الغربية في الدول الغربية هو الدول الغربية نتيجة شغلات العلاقة بالبغمينتيشن وكذا ولكن وشور بالكحول شكل رسك فاكتور أكثر شيء بالكحول والسمنة دكتور مرض ارتفاع ضغط الدم حلأ دائما هذه الأمراض ارتفاع ضغط الدم أو مرضى السكرة هو بيسوي تغيرات على الأوعية الدموية بشكل عام في أي مكان في الجسم نعم ولذلك بيكون إلها تأثير ولكن هل هل نقدر نقول كل إنسان عنده ضغط بالجسم كل إنسان طبعا سكري بيسوي بمشكلة بزهية بشبك لا ولكن إلها مشاكل أخرى يعني إله ترتيب آخر مثلا المريض السكري إذا بدها تصير تغيرات إله ترتيب آخر ومريضه ضغط العين إله ترتيب آخر عندما تقول دكتور مريض السكري وعلاقته باعتلالات الشبكية هل هذا يعني مريض سكري حديث العهد أم مريض السكري مثلا مضى على فترة مرضه وما يقارب العشر سنوات فأكثر شوفي هلأ مريض السكري أكثر شيء بيلعب فيه دوري نعم الدوري الأول عدم انتظام السكري نعم والفترة الزمنية هلأ لذلك المريض السكري مثلا الفحص الدوري له أول خمس سنوات كل سنة نعم نادرا ولكن يحدث لأنه مرض بيكون مش نبين أين تبلش مع السكري يحدث أنه نادرا ما يحدث أول خمس سنوات نعم بعد الخمس سنوات بيكون أكثر ولذلك أول خمس سنوات بنعمل فحص دوري كل سنة نعم الخمس سنوات اللي بعد هي كل ست أشهر بالتالي دكتور نحن نشدد دائما من خلال برنامجنا برنامج عوافي بأن أي مريض يشكو من أمراض مزمنة أو حتى شخص صحيح الجسم لابد من المتابعات الدورية تحديدا مع طبيب العيون أستذكر هنا في نهاية الحديث إن تسمح لي مشهد من مسرحية مصرية كان يمثل بها أحد كبار النجوم المصريين لكنه متقدم في السن ويعاني من التنكس البقعي في وسط المشاهد قال أنا تعميت أمام المشاهدين بدأوا بالضحك وبدأوا المتفرجين في المسرح بضحك ازديري حتى لظنهم بأنه هذا جزء من المشهد إلا أنه وفعليا كان مرتبط بفقدان البصر والتنكس البقعي لابد من المتابعة الدورية لابد من سؤال الطبيب لابد من زيارة كافة التخصصات التي قد يؤثر عليها المرض الذي نشكو من كل شكر لك دكتور بشار أبو حجلة استشاري طب وجراحة العيون على المعلومات التي قدمتها لنا اليوم في عوافي بالله أهلا وسهلا وإن شاء الله يكون هذا اللقاء مفيد للناس اللي بيحضروا وينبههم إن شاء الله هذا هي الهدف والرسالة رسالتنا توعوية دكتور لأنه هذا الشيء إذا حدث يعني في مرحبا ليس له علاج صحيح للأسف شكرا لك دكتور بشار شكرا على رسالة